اشتركوا في القناة وانتهاء تراجع اورانوس اللي هو خمس شهور بيتراجع اليوم رح ينتهي تراجعه في ساعات المساء طبعا القمر الآن في برج الجدي في عنا خلوم مسار احنا ذكرنا في حلقة الامس لان القمر رح ينتقل لبرج الدلو ولكنه ما زال موجود في برج الجدي القمر برضو موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يمكت القمر في هاي المنزلة حتى تمام ساعة أربعة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر بما أن القمر موجود في برج الجدي طبعا الآن طبعا ما رح نذكر عن تأثيراته لأنه رح يبدأ في مرحلة خلو المسار تقريبا بعد ساعة 51 دقيقة من بث الحلقة فعشان هيك رح نذكر خلو المسار اللي رح يبدأ في الساعة 51 دقيقة عصرا من عصر اليوم السب اللي هو موعد بث الحلقة ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 6 و28 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار القمر لما ينتقل للدلو طبعا رح يستقر في الدلو هو ساعة 6 و28 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني من ساعات المساء بنصير نشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير وخلال يوم الأحد بالكامل فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلاً أو شراء جهاز إلكتروني أو تجربة طعام الجديد في زاوية طبعاً ذكرناها يوم أمس رح تصير بعد الانتقال تأثيراتها من الآن بدأت وراح تستمر التأثيرات لغاية ساعات الصباح هي زاوية الاقتران الإيجابية بين القمر والشمس وهذا بتعني ولادة الهلال طبعاً هاي الزاوية إيجابية نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اليوم زاويتين اللي هم من الزوايا البطيئة تأثيراتهم مستمرة وعنا زاوية اليوم رح يكون ذروتها الزاوية الأولى اللي رح نحكي عنها هي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس والمشتري طبعاً هاي الزوايا البطيئة اللي أنا ذكرتها في زوايا مع القمر برضو زاوية التزديس الإيجابية اللي بين الشمس وبين المشتري هاي طبعاً مستمرة تأثيراتها لغاية 29 واحد وهاي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتخوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وبرضو هذا الاتصال بجلب بعض الحظ والنجاح وإمكاني أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم برضو ممكن تحقق من هذا الاتصال في حياتك المهنية والمادية بعض النجاحات أو تربطك بعلاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22 واحد طبعاً بتثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرد سيطرتهم على الآخرين وبتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة معه سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والتعرية والأمور المناخية أيضاً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في الساعة وحدة وثمن دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني برضو تأثيراتها رح تبدأ مقريباً يعني من الآن خلينا نحكي ولغاية ساعات الظهيرة هذه الزاوية بتعزز الخيال القصب وفيقوى الحدث وعليفاً وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون طبعاً دروتها الساعة ثمانية ودقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعات العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنمدفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي طبعاً دروتها الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى آخر تأثيراتها رح تكون طيلة النهار من ساعات الصباح ولغاية منتصف الليل هاي الزاوية تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر من ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للزاوية البطيئة برضو اللي ذكرتها قبل قليل وقلت أن اليوم ذروتها هي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم خمسة وعشرين واحد طبعا اليوم ذروتها الساعة عشر واثناشر دقيقة مساء بسبب هاي الزاوية بتنقطع علاقات عاطفية ضعيفة إلى غير رجعة بشكل مفاجئ وبرضو بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وبرضو للإكتئاب والنزاعات مع المحيط أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اللي ذكرناه بالبداية طبعا عكس اللي أنا رح أقوله هو اللي رح يصير يعني هي السلبيات هاي لما نحولها لإيجابيات يعني رح تتلاشى فما رح أعيدها مرة ثانية عشان ما نطول الحلقة أكثر انتهاء تراجع أورانوس أورانوس اللي إله قرابة الخمس شهور بيتراجع اليوم في ساعة يعني المساء رح ينتهي تراجع أورانوس في برج الثور طبعا هو رح يضل موجود في برج الثور لسه يعني ضيله فترة فعشان هيك هذا العام كله هو موجود في برج الثور هذا التراجع انتهى ولكن إله تراجع آخر رح يبدأ في رح نذكره بعد قليل يعني المهم أنه هذا التراجع رح ينتهي اليوم المساء الساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يعود للحركة الأمامية في نفس برج الثور التراجع القادم رح يكون صباح يوم تسعة وعشرين ثمانية طبعا هو كل سنة بتراجع فترة الخمس شهور هاي فانتهى الآن التراجع اللي هو الفين واثنان وعشرين فالفين وثلاث وعشرين لسه تراجعه في نهاية شهر ثمانية زي ما ذكرت فترة التراجع أورانوس وبما أنه أورانوس إله علاقة بالتقنية والتغييرات والثورات في فترة التراجع بيزداد تمرد الأفراد أو الأبناء ضد أهاليهم والأفراد ضد مجتمعاتهم وبصير في تمرد على القيم تمرد على العادات تمرد على القوانين تمرد على الأخلاق ممكن تحدث انقلابات سياسية برضو بيزداد الناس من حولنا عدوانية أكثر بالفترة اللي مضت هاي كلها طبعا الأغلب الموجودين لمسوها يعني أو قرأوا أخبار عنها لأنها كلها صارت طبعا هاي في حلقة التراجع احنا ذكرناها يعني ما جبتش إشي عشان والله التوقعات عشان تزبط معي لا نفس هذا الكلام احنا حكيناه في حلقة التراجع ممكن ترجعوا لها موجودة على القناة برضو بنشعر برغبة في تحطيم ما هو قائم من قيمه عادات عدم التقيد بالأنظمة المرعية بنصرنا نعمل عكسها أي شيء لازم عكسه الفوضى الانحدال برضو في فترة تراجع أورانوس بتضاء للإنجازات اللي إلها علاقة بالمجال التقني أو الإلكتروني أو الكمبيوترات أو اللي إلها علاقة بالتقنية فبصير فيه نوع من أنواع التراجع أو ما بيكون ممتاز بيطلع فيه أخطاء شغلات مثل هيك وهذا الشيء برضو حصل وأغلب المستمعين بيعرفوا عن إيش أنا بلمح بقدرش أحكي الإسم عشان ما حدا يروح شامطني تقرير هالسلة اليوتيوب بكفي الفترة الماضية ما صدقنا وإحنا نهدى شوي ونصير مؤدبين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم اللي أكثر حساسية عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هذولا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم وهذولا اللي ما بجوز نعمل لهم عمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية فقط بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أو برضو هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين ثلاثة وعشرين واحد طبعا رح يبدأ خلو المسار في تمام الساعة عشر وتسعتاشر دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة مسام توقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره يوم في تمام الساعة خمسة وثمنتاشر دقيقة صباحا بصير عمره يومين نسبة الإضاءة بتصير خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين سعيد بنسبة مية في المية الآن في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين واحد سعيد بنسبة ستين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27-1 منتحسة بنسبة 25% المريق في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% والمشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% لأنه بدي يرجع للحركة الأمامية نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتخوا الأصدقاء اليوم نشاط عالي جداً منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتقدروا تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تستغل لعلاقاتك الاجتماعية لأنه الفائدة منها برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما عندك عشان تقدر تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية وبرضو في نفس اللحظة ما في داعي للتهور أو الانفعال أو العصبية أو مخالفة القوانين برج الجوزاء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اللي بعيدة وممكن اليوم تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا طبعا رح يكون لصالحك أهم شيء أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية هذه الفترة مثمرة على جميع الأصعدة برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهة النظر وباستطاعتك إدارة المفاوضات بشريك الجيد ولا بق خلال هذا اليوم وممكن تناقش موضوع بيتعلق بأرث أو قرض أو موضوع مالي برج الأسد ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وما بينفع حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات طبعا طاقتك ضعيف اليوم فما بينفعك التوتر ولا الجدال وعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو انتبهوا لغذاكم وراحتكم ما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم وكونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العداوات وإهمال وضعكم الصحي وخذوا قصة من الراحة ويهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الميزان ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضى وقت ممتع معهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية ابتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة للظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تقضي الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مساريف إضافية برج القوس طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جاب بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج الجدي ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم مش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقك بالتفاصيل بتطمئن قواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم المفقود لأن القمر خلص بدي وصل عندكم بعد ساعتين يعني من موعد بث الحلقة ولكنه بنعتبر طول اليوم فبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك أنك تتحلها بالحكمة والواقعية وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر خلص يعني هيك وصل لبيت المتاعب فبسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بعي شي جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة